السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم معنا خطف هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي واللقاء أمام منتخب ليبريا اللي هو وحد اللقاء اللي تأجل بطبيعة الحال كان يوم السبس ولكن تأجل بطبيعة الحال إلى أجال غير مسمى ممكن يتقن في أكتوبر وممكن لا إذن عن عيشه بطبيعة الحال لكنا عيشه للأعصاب لأنه يمكنش كانت تجرى ذلك المقابلة بطبيعة الحال في الوقت اللي كان متفق عليها بطبيعة الحال إذن التشكيلة المثالية للمنتخب الوطني المغربي أمام ليبريا التشكيلة رقم جوج كنعتبرها أنا ماشي رقم واحد التشكيلة رقم جوج للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب ليبريا واحد تشكيلة التي تقدر تكون نموذجية بطبيعة الحال للمنتخب الوطني المغربي تشكيلة اللي هي كبيرة للمنتخب الوطني المغربي رقم جوج أمام منتخب ليبريا اللي هو واحد المنتخب جيد قوي بطبيعة الحال يمكن يكون أجمع المنطقب المغربي تحديث على الإفريقي ولكن لم يلعب ولو لدقيقة واحدة لانه اصلا كان مصاب وبطبيعة الحال هو اصلا موخا كنا اللعب وشوش للقاءات ما كانش عاي لعب لانه اصلا عنده اصابة وكان انه ما عاي لعبش للقاء دي لليبيريا ولا بوركي نفسه اذا شي حاجة ليه صعيبة وكانت الوحدة السعودي علمت انه عاي عاي رجع للملاعب طبيعة الحال بعد سواريخ الفيفا اذا كنا منتظرين صراحة نجش هذا اذا الان فاكم نخطي فاكم اشرف داري لعب بريس الفرنسي ما كانش معنا في هذه اللائحة اصلا شوش تمبر اشرف داري اللي عنده 23 سنة تكون مغربي اما بحبير تكون اسباني اشرف داري كان متميز مع فارق الويداد البيضاء ولكن احترام بريس ما كانش موسمي الان ماشي بطبيعة حال من تعتر ماريس ما ما كيلعبش اصلا بطبيعة الحال حوالي 6 شهور نحن الآن في 16 وتنبر وقيلة 16 وتنبر بطبيعة الحال ما يلاعب شهو حداف خط الدفاع بطبيعة الحال الشادي رياض 19 عاماً لاعب الريال بيتز الإسباني من خيرة اللاعبين ديال المنزخب الوطني المغربي لاعب قوي بكل كاليزمات أنه لاعب صراحة قيمة كبيرة ممكن يعطيها المنزخب الوطني المغربي لاعب تتقاوي صراحة لوالشادي رياض من لاعبين العمالقة ممكن يكونوا في المستقبل القارب لأنه شارك في الملحمة كأس إفراقية 23 عام وفاز معنا بكأس إفراقية لم يكن متواجد في المونديال ولكن سين دياله بطبيعة حال يسمح له أنه شارك في المونديالات أخرى لأنه فقط عنده 19 عام شواند فهد مفيد لرحل البطولة الكرواتية من البطولة البرتغالية لاعب صراحة حتى هو ممكن الكوتشرقراجي عايت له جوج مرات كانت في لائحة شوتنبر أو لائحة يونيوم لا توجد معنا فهد لائحة يونيوم وفي لائحة سعود لأن البطولة الكرواتية لم يكن لاعب برحل البطولة السعودية ولكن في تصراحة رياضي قلق زعم ندوة صحفية 31 غشت قلق أن البطولة السعودية بطبيعة الحل يمكن أن تكون البطولة البرجيكية والهولندية لا توجد معيشة بالبطولة السعودية لأنه ربعات اللاعبات والصابيري ربعات اللاعبات من المنتخب الوطني ثلاثة منهم يمكن أن يكون الويداد البيضاء والمضاعقة جديد مع فريق الويداد البيضاء لمدة جوجة السنوات بالجائد ويحيى عطيت الله من اللاعبين اللاعبين بطبيعة الحال وكذلك العفل البطولة اليونانية ويحيى عطيت الله هذا المعلوم لا أكد منه المهم تكوين مغربي يوصى في هاتش اللي كان هناك اللاعب أمين ريشا ريسون لاعب البطولة الفرنسية وكاللاعب المنتخل الأولى يشارك في الملحمة الكأس الأفريقية أقل من ثلاثة وعشرين سنة صراحة اللاعب اللاعب منتاز هذا أمين ريشا ريسون اللاعبين بطبيعة الحال الناجحين داخل المنظومة وداخل المنتخب الوطني المغربي لاعب ناجح لاعب صراحة من خيمة كبيرة اللاعب منتاز لاعب مزيان صراحة على جميع الأصعي لاعب من اللاعب المهمين هناك بنيامي بوشواري لاعب سنتيتيا الفرنسي واحد وعشرين عام اللاعبين نجحوا في المنتخب الأولى أنه يكون منتاز جدا ولكن في المنتخب الوطني ناجحوا على جميع الأصعي لاعب مرتين لاعب بنيامي بوشواري من اللاعبين هناك اللاعب بنيامي بوشواري متفوق صراحة في المنتخب الأولى بطبيعة الحال وناجحوا على جميع الأصعي هناك اللاعب بنيامي بنيامي هناك اللاعب كذلك بنيامي بنيامي شارك معنا في الملحمة كأس الأفريقية شارك معنا في كأس العالم بطبيعة الحال والمشاركة دياله تمس مقابلة وحدة مقابلة الترتيب أمام كرواتيا لاعب بنيامي بنيامي من اللاعبين الجيدين من المنتخب الوطني المغربيين إن شاء الله يكون مستقبلا لاعب مزيان لأنه برز صراحة في المنتخب الأولى وكان فارغ صراحة في مستوى مزيان في المنتخب الأولى كان عفوا في المنتخب الأولى أما في المنتخب الأولى ما بينش على إمكانيات كبيرة باش نكونوا منطقين وكونوا حقاني فاتش هذا الآن عمشوا الخط الأمامي من اللاعب بايا لبركوز الألماني كذلك من اللاعبين الجيدين ديال المنتخب الوطني المغربي شوفنا في مقابلة بوركينا فاسو لاعب اللي عنده 23 سنة لاعب اللي عنده هامس تطور كبير لأنه ستين ديالو صغير 23 عام من اللاعبين الناجحين بطبيعة الحالة يقدر يكون مع المنتخب الوطني المغربي آمين عدلي اللي يعادك اللعب في المنتخب الوطني المغربي لاعب اللي كنت تعتبر من اللاعبين اللي ممكن يكونوا جيدين بطبيعة حال داخل المنظومة المنتخب الوطني المغربي هنا كدلك عبد الصامت الزلزول اللي كان نجم النجوم صراحة في كأس إفريقي أقل من 23 سنة في المنتخب الوطني المغربي خدم نجم كبير صراحة بإمكانيات كبيرة بينها في المنتخب الأول ترزق حمد الله لعب سيحة الجدد السعودي 22 سنة قيمة كبيرة لديه الاندية ولكن في المنطقة الوطني المغربي بقيمة بينش إمكانيات صراحة لاعب كبير لاعب بإمكانيات كبيرة في الاندية ولكن في المنطقة بينش شيء إمكانيات كبيرة اللي هو عبدالرزاق حمد الله اللي هو لاعب سابق أولا بكآس في البطلة الصينية النرويجية القاطرية والآن السعودية إذا ما قالوا العفو النصر الآن كالأفتيحات جدة السعودية كنا سمعنا بعض الأخبار أنه ممكن يغادر أفتيحات جدة ولكن ما غادرهاش مقاموستامر عبدالرزاق حمد الله من اللاعبين اللي ماشناش مليقاء بوركي نفس وشنان صيري ومالك عبيد قال أما حمد الله ما شوفناش في منهار لقاء الرأس الأخضرات اللي كان شكرا للمشاهدة